هذا وقالت فالولايات المتحدة إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية على بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عدد القتلى ووسط مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً وقال المتحدد باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها لإدارة بن يمينة نياهو بشأن الضربات الأخيرة من جهته قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن إن إسرائيل تراجع رسالة من واشنطن تطالب فيها إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية